زار وزيرو الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك الثلاثاء برفقة عدد من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لدى بلادنا بزيارة المبنى الجديد للديوان العام لوزارة الخارجية في الحاصمة عدن وأوضح بن مبارك بأن وزارة الخارجية سستأنف قريبا نشاطها الدبلوماسي بكامل طاقتها الحالية من العاصمة عدن وستشهد نقلة نوعية وتحقيق إنجازات جديدة مؤسسية وإدارية ودبلوماسية تساعد على تعزيز دورها الوطني في إنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة بناء مؤسسات الدولة اشتركوا في القناة